مساء الخير على كل مشاهدينا وكل أحبائنا وكل العزماء اللي بيتفرجوا على دون الاحتراف وكل أعملوا وصلى الله عملكم ورسوله والمؤمنين يعني النهاردة بقى حلقة من العريض سقيل وقبل ما نخش بقى الحلقة العريض سقيل طبعاً وقبل ما نتكلم بقى عن تفاصيل حلقة طبعاً أرحب بالعزماء والكبار في مجال التدريب في مجال كورتر القدم المصرية والعربية والأوروبية كابتن محمود درويش مدير القطاع والمشرف العام على نصر التعدين نجم الزمالك السابق واللاعب كورتر القدم اللي بيقول عليه الكورة فن واللاعب وهندس أهلاً مليك كابتن محمود أهلاً وسهلاً بكاس محمود نورتنا في دون الاحتراف حبيبي ربنا خليك سعيد بديافتك وسعيد بوجوده مع زميل الملاعب كابتن أحمد محفوظ وطبعاً أنا بقى ضيف الأعزاء وضيف البرنامج وصحب البرنامج والرجل صحب الكلمة والحكمة والكورة الجميلة اللي بتطلع من لسانه زي السكر كابتن أحمد محفوظ المشرف العام على أكاديمية المؤولين العرب فرق الجيزة السعادية أهلاً بك نورتنا أهلاً بكاس محمود وبرحب بالكابتن محمود درويش نجم من هذه الزمانة طبعاً قبل بقى نخش بقى في التفاصيل وقبل بنتكلم ونقول عن كرة القدم لكن إحنا طبعاً الشغل الشاغل حالياً دلوقتي هي الكورونا أنا طبعاً بقول الكلام ده على مسئلة الشخصية اللي حصل فيه المعتمدية في الجيزة تحديداً إن فيه ناس من جماعة الإخوان الإرهابية بتحرط بتحرط يعتبر الأهالي المعتمدية علشان ينزلوا أمام الحظر الموجود حالياً في وزارة الداخلية عاملها عشان ظهر بعض الحالات الإيجابية في المعتمدية بسبب الفرح الموجود وفقاً لكلام الأهالي بالنسبة للسوق اللي في شارع المعتمدية كان فيه حالات كترة جداً ظهرت اللي يعتبر المجمعات أو الناس اللي بتقف اللي بتظهر واللي بتكون اللي عايزة تشيره خضار وحاجات دي كلها للأسف فيه حالات ظهرت كترة جداً فيه أرض المعتمدية وإن أهالينا في المعتمدية النهاردة بقى فيه فيديو انتشر على مواقع التواصل الابتماعي وجالي من أهالي المعتمدية إن أحد جماعة الإخوان المسلمين بتحرط الناس الموجودة إن ينزلوا أمام الكمان أمام الإقسام عشان ينقلوا الفيروس لوزار الداخلية أو الرجال الشرطة الموجود اللي بيقولوا إحنا وقفين لعشان التأمين بتاعكم شايفين يعني إيه ناس بتحرط علشان تنقل الفيروس معنا فيديو ومعنا متيريال هنشوف للأسف الناس بتعمل إيه في بعضها الرئيس عفتاح السيسي يعني بيعمل للشعب المصري ولكن للأسف طول عمر جماعة الإخوان المسلمين للأسف بقول جماعة الإخوان المسلمين وليس لهم جماعة ولا هم مسلمين بيحردوا علشان ينقلوا الفيروس لإخواتنا وأصدقائنا وأحبائنا للإخوان وأيضا للزباط الشرطة أنا شايف الموضوع ده طال إحنا الناس بيوقفها علشان تأمننا أم يعملوا حظر علشان بيحصل فيها حاجات يكون فيه وزارة الصحة موجودة يكون فيه عملية مسح علشان الناس كلها هتتعافة وفقاً للمبادرة الرئيس عفتاح السيسي إن لا يوجد كورونا في مصر نشوف إحنا عامنين إيه للشعب المصري هذا الرجل القائد والكبير والعظيم مع شعب عظيم يعمل إيه الشعب وجماعة للأسف يعني بيتعدوا جماعة من الأصبوع اليد عاوزيني يقول الفيروس لبعض الأهل المعتبادية أنا عندي ناس قريب هناك في المعتبادية للأسف هم مشوا مش عشان لقوا بناس بتحرد علشان يقوله الفيروس يتجوله عشان يعتبر يقوله ليه أصحاب الموجودين في الإقسام والزباط الشرط الأسف هذا عمل خسيس إحنا هنا بيمنونكم بدون الاحتراف بقول في مبادرة ده بأيزني الكباتين طبعاً في مبادرة نقول للرئيس عفتاح السيسي لسالس شكر وتقدير الرئيس عفتاح السيسي من حبك رئيس عشان كده أطلقنا حملة شكراً سيادة الرئيس عفتاح السيسي شكراً للشعب المصري شكراً لوزار الدفاع شكراً لوزار الداخلية فعلاً الرئيس عفتاح السيسي يعمل صلاح بلده بالأسف الشعب المصري فيه منهم وعي وشايف وعارف إزاي النهاردة الدولة والحكومة وقفة عشان يكون فيه توعية يكون فيه شكل عشان النهاردة مصر بلا كورونا مش عاوزين يكون فيه وفيات يكون فيه إصابات أيها تركة المحمود أنت مع الحملة شكراً رئيس عفتاح السيسي على شكل الإيرفام اللي عمله أكيد طبعاً يعني السيد الرئيس عفتاح السيسي والحكومة المصرية ووزارة الصحة بيقدموا مجهود كبير قوي ومجهود جبار يعني الأول مرة نشوف الحكومة ووزارة الصحة بيدوا تعليمات وبيدوا أوامر أن الناس تبعد عن التجمعات تبعد عن المناطق اللي فيها تجمعات كتيرة والناس تلتزم بيوتها على أساس نعدي لأن لو إحنا قعدنا فترة كبيرة كده هتحس أني خلاص بقى الدنيا تبقى فيها رقود لا فيها شغل بالنسبة لبتاع الكورة ولا فيها شغل بالنسبة حتى للعامل العادي فإحنا بنقول يا جماعة نتكتف ونصبر مع نفسينا شوية آه هي تبقى حملة عليك وحملة علي لكن إن شاء الله مرحلة أتعدي بإذن الله وإن شاء الله ربنا دايما يحفظ مصر بإذن الله رب العالمين طبعاً إحنا الفيديو جاهز نشوف الفيديو ونرجع مرة أخرى إذا كنت فعلاً مصاد بكورونا فانتقم فانتقم انتقم لنفسك خش انتري تروح لوحدك إذا كنت فعلاً مصاد بكورونا فانتقم أي حد فيكو عنده يتروانزا عنده سخنية عنده برد يلخش على اسمي عدد طبعاً شوفنا الفيديو وشوفنا الناس مش في الكاهرة بس ده في أيضاً الإسكندرية بيحردوا في الكاهرة في المعتمدية وأيضاً في إسكندرية بيحردوا في معظم الحفاظات إنهم ينزلوا ولا إله إلا الله كأن بالضبط إحنا خلاص يعني بقنا مش مؤمنين ولا مسلمين يا جماعة تقول لا فينا حرام عليكم الموجودين في الإقسام دولة إخواتنا وصحابنا اللي بيقفين عالناس اللي بيقفين عال يعافين عشان تأمنكم دولة مننا بالنسبة للشرطة المصرية وزارة داخلية اللي بيأمنوا عشان الموضوع الحظر وقفين معاكم وعملين كردون لكم عشان يأمنوكم دولة مننا إحنا إزاي عاوزين بتن يكم فيه نقل أو انتشار الفيروس حاسبي الله هنعمل وكيل فيكم حاسبي الله هنعمل وكيل فيكم إيه رأي في فيديوكاتنا والله هي فيديو مؤسف جدا وأنا مش عارفة هي النازل بتحارب مين؟ بتحارب ربنا يعني؟ مش عارف يعني هما كده أنا مش عارف يعني أنت بتحارب ربنا ويحارب على مين؟ لما تأذي حد مسلا ما اللي هتزي ده ممكن يكون ابن عمك ابن خالك أخوك ده 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 يعني بصراحة ربنا حاجة يعني مش عارف يعني حاجة مش أنا حزين والله بصراحة ربنا حزين إنه شفت الفيديو ده عشان كده من هنا من البرنامج دولة الاحتراف مننزلين حملة شكرا للرئيس عفتاح السيسي أتمنى أتمنى الحملة تنزل على الشاشة دلوقت يا كسو السامح بعد إذنك إحنا بنقوله عن مسؤولتنا الشخصية شكرا للرئيسات الرئيس عفتاح السيسي شكرا عن مجهود اللي انت عملته معنا شكرا على فعلا كل خطوة عملتها للشعب المصر العظيم رجل عظيم مع شعب عظيم إيره في الحملة يا أستاذ أحمد ده الحملة أنا بشكر سيادة الرئيس طبعا على المجهودات اللي هو بيعملها ومش سايب الناس صراحة رجال الأمني ممكن أنا شكرت رجال الأمني قبل كده وشكرت الدكتورة هالة زايد الناس شغالة بصراحة ربنا يعني وبعدين تلاقي اللي بيحربك منك نفسي عرف ليه أو إيه اللي هدف أو أنت لما تحرض واحد عشان يروح يأذي واحد الظابط اللي هو يحتبر اللي هو بيحميني يعني الظابط اللي موجود ده بيحميني أنا أنت ريح تيأذيه ليه عشان إيه أنت كده مش بتحرب أنت كده بتحرب ربنا أنت مش بتحرب بشر أنت بتحرب ربنا ده بلاء بنقول يا رب يشيل البلاء عن العالم كله مسلم مسيح يهودي أي ملة ربنا يشفي الناس كلها رب يرفع البلاء عن العالم كله يا رب العالم أنت مع الحملة طبعا مع الحملة طبعا مع الحملة مع سيادة الرئيس أنا دايما بقول سيادة الرئيس أبو قلب حديد لأن فعلا قلبه حديد ربنا يدي له الصحة يا رب كده ودايما يبقى موجود معنا يا رب أنا بقول سيادة الرئيسة عفتاح السيسي الرجل العظيم مع شعب عظيم فعلا أنا بقول نحمد الله لكل شيء إن معنا الرئيس زي عفتح السيسي موجود معنا لو لك كساد الرئيس كنا دينا لو لك كساد الرئيس كنا موتنا لو لك كساد الرئيس كلنا كانوا عندنا كورونا ولكن الحمد لله رب العالمين ما طول ما في وزار الداخلية ما طول ما في وزار الدفاع معنا ربنا سبحانه وتعالى طبعا بفضل مجهودات الحكومة المصرية بشكور أجساد الرئيس من برنامج دون الاحتراف طبعا أنا آسف طبعا طولت عليكم شوية ولكن بقى نخش في الكورة القدم نخش في برنامج دون الاحتراف نخش بقى نشوف الكورة عشان إحنا الأيام ديت خلاص يعني عزين نلعب كورة تاني ونرجع تاني للملاعب كتن محمود ولينا بقى الرياضة المصرية وكورة القدم ونصر التعديم أولا إحنا بنتمنى أن الجمه تزول ومصر تفضل محفوظة زي ما ربنا قال في القرآن والعزيز وأتمنى أن الرياضة ترجع وكورة ترجع أنا واحد من الناس مليت مليت من قاعدة البيت مليت من الزهق نفسي أرجع تاني للملاعب نفسي أرجع أشوف أولاد اللعيبة نفسي أرجع أشوف زمان المدربين نفسي كورة ترجع في مصر ولما ترجع في مصر ترجع بجماهير لأن الجماهير هي قورة وروح قورة أكيد طبعا كابتن أحمد الواحد ملل بأنه في خطرة دلوقتي بفيش كورة القدم وكورة القدم موقوفة تتمنى إيه؟ طبعا أتمنى أرجع النشاط الرياضي زي كابتن محمود بيقول كده لأنه فعلا القاعدة في البيت مش للرجالة القاعدة في البيت وربنا يكرمنا والدنيا ترجع زي الفل يا أم الناس متسمعش الكلام والأسبوع ده ممكن لقدر الله يبقى أكتر من كده فالناس بس إيه؟ تلتزم شوية عشان ربنا يكرمنا إن شاء الله وأنا حاسس إن شاء الله في خير بإذن الله بمشيت الرحمن وربنا على الأبواب إن شاء الله بمشيت الرحمن إن شاء الله بإذن رب العالم كابتن محمود بقى نخش بقى في كورة القدم يلا بقى نسخن بقى يلا بقى نسخن بقى دين تحدي الكورة القدم التم إلغاء بالفعل وإحنا بقى نكون في دور جديد موسم جديد والموسم ده تلقى تمام إيه رأيك في التصريحات دي؟ هو طبعا تصريحات المسيح المرتضى منصور هو عايز الدور يرجع عايز يكمل آه إحنا صحيح الزمالك في المجلس الرابع هو عايز يكمل بس إحنا الموسم بتاعنا اتلعب نص اتلعب الدور الأولاني بس لسه الدور التاني كان فيه كما أعمل أربع تيام من الاتحاد الدولي آه كانوا بيدرسوا فكرة كده إن هما هي ممكن يطبقوا إن الدوري يرجع في كذا بلد ويتلعب مجموعة هنا ومجموعة هنا ده مثلا كان يبقى في انجلترا وفي ألمانيا بيدرسوا كده وإحنا برضو أنا عندي اقتلاح زريف جدا جدا ياريت تقوله عشانه في ناس مستمعنا من شهر إن احنا ممكن نعمل نكمل نستقنف الدوري يعني بداية من نص رمضان ممكن نستقنفه في الجونة كل 18 فريق في الدوري يروحوا الجونة بفنادي الجونة ويتلعب النهاردة مجموعة تلعب بكرة مجموعة تلعب ولو ضغطنا الدوري بتاعنا هيعقد 59 يوم يعني إحنا لو بدأنا من 15 على ملعب واحد بس على ملعب واحد هو نبقى جوه مكان واحد ويبقى فيه أمن وإحتياط ومباشرة من وزارة الصحة والأماكن كلها معقمة لأن نلعب معلش إحنا في رمضان ملعب الجونة بقى فيه إضاءة ممكن نلعب مباراة قبل الفطار وممكن نلعب مباراة بعد الفطار وممكن نكمل لو إحنا عايزين نكمل الدور أنا دي بالنسبالي ده يعني إقتراح بقونه وأنسب مكان يتلعب فيه الجونة لأن الجونة فيها فنادق فيها ملعب الجونة فيها ملاعب تاني في الجونة ممكن الفرقة تتمرن عليها و59 يوم يعني لو بدأنا 15-4 نخلص إن شاء الله 14-6 أنت كان بتنشط طبعا ودارة الشباب والرياضة طبعا اتحاد الكورة مهندس عمر الجنيني طبعا الدكتور أشرف صوحي وزير الشباب والرياضة كل القائمين على مجال الرياضة لو أخدنا المبادرة دي ممكن الكورة ترجع لو ما أخدناش المبادرة دي إيه مش ممكن ترجع بس إحنا برضو لازم نستنى لأن لسه الاتحاد الدولي هو بيدرس الفكرة كان يوم الأربع اللي فات لكن لسه ما قررش تبدأ فين لأنه هو كمان في حاجة أجل هو أجل بطولة ربا نهائي أجله أجل دورة العابق المبية فلسه يعني إن شاء الله الإسبوع اللي جاي برضا عضم اجتماع الاتحاد الدولي واحتمال يستمر فيه قرار يبقى خير لنا كلنا على مستوى الرياضة يا رب العالمين بالنسبة للكورة كدامة مصرية انت شايف الفترة الجاية هل يترافكم فيه انت عاشة إن شاء الله بإذن الله فترة جاية هيبقى فيه إن شاء الله هيبقى فيه انت عاشة ولكن أنا يمكن أنا قلت الكلام ده قبل كده كابتل محمود طبعا موجود طبعا نجم مصر يعني الراحة سلبية سلبية السلبية يعني احنا كابتل محمود يعرف احنا ما كنا بنخرج من موسم ونخش في موسم تاني كنا تقريبا بالريح من شهر كابتل محمود لخمسة تلاتين يوم وبعدين بتيجي تعمل فترة إعداد فترة الإعداد زي ما قلت لك بتاخد حوالي نشر إسبوع وبعد كده بتبتدي تعمل وطوشة ودية فيعني لو على كلام كابتل محمود لو احنا عايزين نكمل بس هنكمل بس مش هيبقى فيه متعة لإن اللعيبة برضو انت عايز فترة إعداد عايز فترة هو كابتل محمود كده عايز عايز دورة لها فهو مش عايز يلغي يعني هو كابتل محمود بان هو بتكلم ان هو مش عايز يلغي الدورة وطبع طبعا حاجة كويسة يعني ياريت ان شاء الله بإذن الله ارىك بقى بالنسبة للأهلي والفترة الجاية بالنسبة لمحمود الخطيب مع النادي الأهلي وخصوصا بعد تجديد العقد واليد سليمان انا بقى عشان الاسبوع اللي فات انت سخنت عليها شوية ووالك تاني بخصوص واليد سليمان هل يطرى هو بيطالب ان مفيش حد يكون اعلى من مرتبه الكلام ده صح صح من مين من وليد سليمان من وليد سليمان هو بيطالب ادارة الاهلي انه مفيش حد اعلى من مرتبه او العقد بتاعه انا قلت الكلام ده قبل كده مفيش حد يقدر يلوي دراع النادي الاهلي او مجلس ادارة النادي الاهلي وانا قلت الكلام ده قبل كده للكابتن احمد فتحي ولكابتن وليد سليمان وكل الكابات قلت لهم انت عايز تمشي امشي بس بشكل كويس امشي وخلي الباب موارب امشي عشان لما ترجع ترجع تلاقي مكانك انا اذا ربت مثل بالكابتن عبدالحميد حصل يعني ده جي الراجل جي لأهل عمل معها عقد 3 شهور كان منول جزيز عايزه تقريبا 3 شهور عمله عقد 6 شهور بصنا بحميد حصل النهاردة موجود في النادي الاهل ازاي وكان عنده كم سنة وكان عنده كم سنة 31 سنة 31 سنة وجابه وجابه ايه 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 ا فاهم بدهي الفيهن الناس بتقول الاهلي فوق الجميع وانا بقول مصر فوق الجميع طبعا مصر فوق الجميع مش فوق الاهلي لا 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 طبعا مصر فوق الجميع مصر فوق اي حد مصر فوق اي حد وانس بعض الناس بتكلم يقولكπειت ن ArmsERFUKJ انه حليل للا لا 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 انى احنا بص كل واحد بيحب النادي بتاعه بيبقى عايزه احسن نادي في الدنيا وда حاجة مشروعة لأي حد كابتل محمود بيحب النادي الزمالك من حق انه يحب النادي الزمالك ويعظامه زي ما عايز كابتل استاذ محمد بيحب النادي الاهلي زي ما هو عايز انت حبي فرقيتك زي ما انت عايز من غير ما تجرح الاخرين من غير ما تجرح الاخرين خلي علاقتك بالناس كلها كويس طبعا مرجع تلك محمود عندي تعليق صغير وبالنسبة للجمهير الايمى وقلب الدنيا على احمد فاتحي يا جماعة احنا في زمن الاحتراف زمان ايام ما كنا بنلعب كرة كنا بنحب التشيرت وكنا نتمنى ان احنا نطلع الفريل الاول بس لكن دلوقتي احنا في زمن هتديني كام عشان العبلك فما حد يستزعل من احمد فاتحي مع ان هو بيأمن مستقبله وبيأمن مستقبل ولاده والنادي اللي قناه لو على العواطف يبقى اكتر ناس تزعل جامحي النادي الاسماعيلي النادي الاسماعيلي اربع اجيال يعمل فرقة وتتخطف لعبته يعمل فرقة وتتخطف لعبته مزعلوش الاسماعيلي والاسماعيلي لحد الوقت قاعد يعني معنى كده ان لو النادي الاسماعيلي مفيش لعيبة كان الاسماعيلي نزل الدرجة الثانية او الدرجة الثالثة يا جماعة احنا في زمن الاحتراف ارجو ان ما فيش حد يهاجم فاتحي ولا يهاجم اي لعيب لان النهاردة احنا في زمن هتديني كام عشان ادينيك طب خد بقى دي بقى رمضان صبح حيمشي النادي الاهلي وده بقى الكواليس وبيطالب ان يجدد عقده وفي ناس الوقت يكون اعلى مرتب موجود بين الاهلي رمضان صبح رمضان صبحي برضو اثبت في الفترة الاخيرة انه هو لعيب عليه بقى ناضيج بقى عنده فكرة داخل الملعب بقى يقدر يشيل فرقة لوحده بدليل انه هو في بطولة الشباب المتخم اللومبي دورة افريقيا كان احسن لاعب وساهم بمجهود تبير قوي في احراز الكاس لكن رمضان صبحي عقده ينتهي من نهاية الموسم يعني اللي محدش عارفه برضو انه مش صهر ستة انا عارف هو بيطالب دورة لا الموسم لسه انتحد الدولي قرر ان العقود تفضل الى ان تعقود المسابقة ممكن موسم عشرين وعشرين واحد وعشرين ومعدين رمضان لو فكر انه عقدي بقى اعلى هو هيرجع النادي بتاع فانجلترا والعرض الوحيد اللي جاء رمضان صبحي عرض هزيل جدا من نادي لاياليج من نادي الاهلي اسم باشا التركي عارف مثلا لو جايله لو جايله نادي باشتكاش قلت لك اه قولي يا رمضان اللي انت عادي لكن انت استنى لوقت رمضان روح انجلترا ولما ترجع من انجلترا اكيد النادي الاهلي ما اجدرت النادي الاهلي هيعوذك وهيرجعك تاني بعقدة اعلى وبرضو ما نتكلمش الوقت في العقودة العالية لان النادي الاهلي الوقت ايه يعني اللعبة كلها هيجة لا انت بتديني 11 مليون يبقى انا اعلى فئة لا تبقى عازي 12 تبقى عازي 13 بنليل ان شريف اكرامي مشي بيهدوء ليه عشان يبقى له راجع تاني للنادي الاهلي لان هو فعلا ابن من الابناء الاهلي ابو اسد افريكا وحش افريكا الكابن الاكرامي اخش بقى في فقرة ضرب النور فضل باشا بخصوص الدخلاء على اللعبة كرة القدم وانت طبعا يعني رجل مدرب معظيم زيك ايه رجل بالنسبة لدخلاء كرة القدم شوف يا عزيزي محمد اقول حركة الحاجة احنا مفروض مصر يعني كان زمننا لينا مركز من العشر فرق على مستوى العالم يعني من الاول الى العاشر كابتل حسن شحاتة جيل 2006 و08 و10 وصلنا وصلنا لان احنا نبقى تاسع العالم دلوقتي احنا رقم 74 على مستوى العالم ليه بقى؟ في دخلاء في مثلا محترامي لكل المهن اللي انا هذكرها محترامي ليهم السباك بقى مدرب كرة النجار بقى مدرب كرة الترزي بقى مدرب كرة الحلاء بقى مدرب كرة العجلاتي بقى مدرب كرة طب يا سيدي ما احترامي انتو على راسي انتو على راسي واصحاب مهن محترمة وشريفة لكن انت علاقتك بكرة يعني انت عجلاتي علاقتك بكرة انت علاقتك بكرة ان انت تنفقد لنا الكور تزبط لنا الكور عشي احنا نشتغل مع الولاد عشي احنا نطلع جيل لكن انت تشتغلها وتحطم اولاد صغرين او تبدي له حمل عالي وتجيب له اصابة في حرام كابتن محمد الكورة دلوقتي علم علم قبل ما تبقى في الملعب لازم يبقى عندك ثقافة قروية لازم تبقى فاهم في التجزيع لازم تبقى فاهم في علم النفس الرياضي عشان تبقى مؤهل انك تشتغل مع البرائم الى والتدرج الى ان تصل الى الفريق الاول بخصوص كتن احمد بخصوص الدخلاء ومجالة تدريب والله كابتن محمود قال ما فيك كفاية والله بص كابتن محمود زي ما قلنا انت لو حد لعب كورة وانت حضرت دورات او اشتغلت احنا ما عندناش مشكلة للناس تشتغل بس انت لعبت فعلا او انت اشتغلت في مجال التدريب خدت دورات تدريبية زي كابتن محمود بقول كده انت اشتغل مع البرائم ازاي ده برائم جايلك ولد صغير عند 4 سينة او 5 سينة معانا مداخلة تليفونية دلوقتي يا جماعة كابتن رضا عبدالعال كابتن رضا اهلا بيك يا كابتن رضا اخبار معليك كل سينة وحاولة طيب طبعا عن النهاردة فيديو في اللي عايزها كابتن محمود درويش نجم الدينزة مالك السابق وايضا مشرف العام لنادي مصر التعدين وكابتن احمد محفوز اكتبتنا وليل العرب تحقياتي لي اهلا بيك كابتن رضا بخصوص الغاء او بعض الناس اللي تبطالب بالغاء بدول الدور العام اراك بالنسبة لليه الغاء بدول الدور العام يعني يعني ايه اللي تدور ديه معنا الدوريات كلها متعلقة في العالم كله لا الغاء البطولة وعاوزين ما فيش خالص التوقع تلعبت او متشها تلعبت وكان لم يكن تبقوا ليه تبقوا الناس اللي هي في الان ديه زي طبعي الجيش وزي طنطر وزي مصر في مصر دي الفرق دي تعمل ايه يعني طب الفرق كده ماشي معان فلوس اللعيبة معان فلوس وفيس طالد سنة من الخارج انما اللعيبة دي هتيتصرف ازاي يعني ما انتعارف ان هي اي بالضبط اللي يشتغل اليوم بيوم اكيد وبعدين انا عزي اعرف هتلغي الزبري مارسة ان شهر ربطان كل حاجة طبحت وكل حاجة بانت يعني هو لكن هي من احد الناس بيقولك هو براحك منه اللي هو ما حايزه طب بالنسبة هو قالك انا عندي ربطة من لزل الانديه واحنا من طالب بلغاءها ومن طالب باقالة اللاجلنا الخماسية مين اللي هتك هو يا سات المستشار برضي طب ما تنتقلين انت سات المستشار في الموضوع لا انت تباك ان راجل قام وزي المعليك طبعا ومن طالب ان احنا يجي ان نتعلم من ساتك قلتلي على وجهة نظري انا بقولك بديك خنيش بقى مع سات المستشار والجس المحمود والخطيب والنزلي انت دلوقتي بيتكلمني على ايه رأيك في الغال دوري انا بقولك من وجهة نظري لأ عشان فيه لعيبة بتاكل عشها في الدوري لما يشتغل وفي ناس ثانية اكل عشها لما دوري يشتغل انت ما تدخنش بقى في قصة بقى ان سات المستشار والكابتن محمود الخطيب مليش دعوانة بالكلام ده عايز يسألوا ويسألوا بهم انا اول دولي تنظر انا طب الكابتن رضا بخصوص لكابتن وديد سلمان بالنسبة للأزمة بتاعته وكابتن رحمة فتحي ايه رأيك فيها اللي ايه بالنسبة ازمة احمد فتحي وهو عاوز يمشي وكابت ازمة ازمة ايضا وديد سلمان طيب دي النادي الالي معرفش اتعامل مع احمد فتحي كوي عشان كده راجل ماشي وليد سلمان جدد ايه المشكلة هو بيطالب اعلى مرتب بيطالب مفيش حد يكون زيه في المرتبات او بالنسبة للتجريد العادة بتاعه حبيب قال هو احنا مانناش ده المم جدد او لما جددش تمام طب انت بتحب بالنسبة للدور العام عندك خلفية بخصوص عود الدور العام ان شاء الله تعدي الغمة دي بإذن الله الدورة هيرفع تاني حتى لو تلعب في شهر سبعة او في نص شهر سبعة ايه المشكلة يعني ما انت السنة اللي فاتت الدورة انتهى في شهر عشرة بعدين انت عندك دور تاني كامل يعني دور تاني وثلاث شهور هخلص على شهر عشرة والنشاط يكمل وما فيش اي مشكلة والناس تبقى زي البول واللعيبة تقدر تصرف على نفسية والدنيا تبقى بخير يعني احنا ده وقت من برنامجنا من طالب بحاملة شكرا وعرفها للرئيس عفتاح السيسي بخصوص ان هو رجل عظيم لشعب عظيم طبعا شكرا شكرا كابتن رد عبد العيل نورتنا في برنامج بكتوني الاحتراف طبعا ارجع طبعا بخصوص بقى الدخلاء وبالنسبة للناس اللي عاوزة داخل تدريب لكرت القرار بص از محمد انا مش حابب ان اتكلم في النقطة دي بصراحة انا بس عشان ايه الناس ما تعلقش انا علي اي امور انا وجهة ناظري انا النهاردة رايح اشتغل عند الاستاذ محمود كابتن محمود بنطلب مني ورق والرجل عارفني هيشغلني لو انا مماش ورق ايشغلني يبقى هو المسؤول اكيد مش هشغلني يبقى الراجل ده ماشي صح ده لانا قدر اقوله طب بالنسبة للناشئين اللي وخصوص ليه اكاديمية اللي عندك عليها ترى دي ديهم كرسات لتدريبية حالية ده وقت عشان هم ما يفضلت الراحة اللي موجود احنا الشغالين معهم زمالة الحضر اكبر كده احنا الشغالين معهم بعتللهم وحدات تدريبية يومية ياريت يا جماعة بعد يزوكم الصورة تنزل وحدات تدريبية للولاد بالذات البراعم مع كابتن حسن وفيه شغل لايف معهم زمالة الحضر الناشئين والناشئين طبعا معهم شغل برضو شغالين معهم مدربين كل مدير فني شغال مع الفرقة بتاعتهم اكيد طبعا انت حضرك انت عامل كرسي لهم وشغال عليهم وفقا كابتن حسن كابتن حسن الغربوي هو ماسك الأمور هو بيكلب كل مدير فني 2001 اشتغل مع 2001 2002 اشتغل مع 2002 كل مدير فني بيشتغل مع فرقته وبيتبحها عن طريق الوحي كابتن محمود وخصوص الناشئين وحسن تحديد طبعا رجل عظيم في مجال التدريب وخصوصا في نظر التعليم انت ايه السيستم اللي انت عاملت داخل مصر تعمل انا والله السنة دي كنت عامل منظومة محترمة جدا جدا لعبت مباريات مع اندي الدوري ممتاز ممتاز به درجة ثالثة لعبت اعملت السلسل في مباريات كفيلة جدا ان هي كانت تخلي اللعيبة اللي عندي توصل لمرحلة انه هما يتوقفون معالية قوي لكن اللي حصل انه حصل فيه مشكلة ما بين الشركة الرعية اللي هي كانت راعل نادي النصر للتعديل وشركة النصر للتعديل نفسها حصل خلاف ما بينهم حصل انه مفيش قدل اللعيبة نتيجة خلاف الشركة الرعية وشركة النصر للتعديل طبعا بكل هدوء انسحبت من الكلام ده لاني بقيت اسمع نصر للتعديل في القاهرة نصر للتعديل في الجيزة نصر للتعديل في اسكندرية نصر للتعديل في المنوفية لا مفيش حاجة اسمعها كان النصر للتعديل يا جماعة وانا بقول الكلام دي على مسؤوليته كان النصر للتعديل كان تحت رعايتي انا قدت انا رئيس القطاع وانا المشرف على القطاع وبدايتي كانت على ملعب مدرسة السعادية في شهر ثلاثة السنة اللي فاتت. طب النهاردة في ناس بتتكلم على النصر التعديل وكل واحد واخد نصر التعديل في محافظة او في اي مكان. ايه الرسالة بكتوجه? اقول له الديني الورق اللي يثبت ان انت بتشتجل مع النصر للتعديل. بس. بس كده. بس. ولكن اي حد تاني بيقولك كيف يكتب على صفيته انا تحت ادارة النصر للتعديل. ايه الطرق القانونية انت بكت. انا معايا سنة قانوني معايا عقد. والشركة. من الشركة وبالتالي انا رافع قضية. اكيد. عشان حقوقي كمدية وادبية ومعنوية. لان انا اشتغلت وتعبت وشئيت وعملت ماتشات وكان معايا اه قسط من المدربين. مدربين محترمين. مدربين ليه واسماءهم معروفين. لكن للأسف الشديد مجهودنا ده ضاع. اما تلعب مع الزمالك مبارتين. تلعب مع الفيسي مصر تلاتة. تلعب مع الانتاج الحربي مرتين. تلعب مع طلاقي الجيش مرتين. تلعب مع الحرس في اسكندرية مرة. تلعب مع دمانهور. تلعب مع كوكا كولا. تلعب مع الشرقية في الزأزيق. تلعب مع الشرقية للدخان. كل دي مباريات يعني اكتر من 15 مباراة وتلاقي نفسك في الاخرى. المحاصلة بتاعتك لا شيء. لعبتك ما تسجلتش. يبقى انت هتعمل ايه. طب اتمنى بقى انت ياريت تواصل عبر البرنامج. تقولهم سوء. بالنسبة ليه التواصل مع ساتك ازاي. بالنسبة للتواصل طبعا انا عندي الصفحة بتاعتي على الفيسبوك. محمود درويش بالانجليش. رقمي موجود فيها. او اي حد عايز يكلمني. يكتب. 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 انا شجال في النصر للتعدين من واحدة في الدورة الممتاز. هو في الدورة الممتاز. ولعبنا دورة جمهورية. سبعة وتسعين وتسعة وتسعين. لان كان معنا في رقم بس. الموسم التالي طبعا حصلت مؤامرة على انديت النصر للتعدين واسوان ونزلوا. فلعبنا في الممتاز به. لكن برضو تشاء الظروف ان فيه لغبطة حصلت جوه قدرت شركة النصر للتعدين. نزلت الفريق. لكن ان شاء الله فريقا من نفس السنة دي يكون هيرجع تاني. ان شاء الله. طبعا معنا تقرير دي وقت بخصوص البراعم للمؤونين العرب. اكاديمية المؤونين العرب في فرع الجيزة السعادية. نشوف التقرير ونرجع لكم مرة اخرى. اشتركوا في القناة 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 عشان كده أرجع بقى كابتن أحمد الرسالة توجيها للمدربين المصريين للشغالين في الخارج نحن بنشكرهم طبعا جدا وبنقولهم أنتم طبعا شرفين برا طبعا بتمثلوا الكرة المصرية وإحنا طبعا بنبعث لكم من هنا طبعا شكر وتقدير لكم على المجودات اللي انتم بتعملوها وانتم بتشرفونا برا كل المدربين اللي هم شغالين في الدول الخليجة الرسالة توجيها للمدربين المصريين للشغالين برا في الخليج أقول لهم أنتو سمعة مصر برا بشرفيننا ودائما ربعين اسم مصر في العالي تمنياتي لكم بالتوفيق وكل سنة ومطيبين الرسالة الرسالة فأقل من دقيقة توجهها لكل الناس اللي بس واجه عليك أنا بس في حاجة عايز أقولها طاط الميجي لك ولد عايز يقدم في أكاديمية إذا كان براعم أو ناشيين أنا بطالب كل الناس طبعا إن هو يعمل حاجة اسمها تقرير طبي عن الولد يعني كل أكاديمية يريد يجيبوا اتنين دا كترة يكشفوا على الولد يعملوا ويعملوا كشف كامل قبل ما نزلوا التمرين عشان يبقى عارف حالة الولد دا العملية ما تبقاش عشوائي أنت ممكن يبقى ولد يعني لقدر الله يعني لقدر ممكن يكون عنده سكر ممكن يكون عنده أي تعب أهله ما يعرفوش فأنا بتمنى الناس بس يبقى فيه من كل الأكاديميات أو كل الأندية يبقى فيه حاجة اسمها تقرير طبي ويبقى ولي الأمر ماضي عليه ومتسلم لإدارة الأكاديمية أتمنى أتمنى يعني أنا دي حاجة أنا مضمين معاه في كل كلمة طوله يعني أنا عشان بس إحنا عايزين نحافظ عايزين نشتغل زي كاب المعمود بقول كده عايزين نشتغل بقى في شغل يعني بروفشنل آه يعني الناس تخاف على الولاد الولاد دول أمانة أمانة في رقابتنا فلازم الناس بس هي تتقل الله فيهم سيد محمد براعم مصر براعم مصر والنشئين مصر وهم المستقبل مصر طبعا أنا عندي بس يعني اتنين لعيبة بصراحة لازم بوجه لهم الشكر وقول لهم أنا معاكم ومس سيبكم لعيب كان معايا في أكاديمية الإسماعيلي اسمه من سليمان اللعيب ده لعيب عالي جدا مهاري شويت حرفانة يعني وتقول علم معلم لعيب تاني عمر باسم الولاد ده لعيب تشوف مصمار نص الملعب فعلا بص بقى مزيج ما بين حسام عشور وحسام جاري وتمر حسام عشور رجولة حسام عشور في الملعب حرفان حسام جاري فأنا بقول لهم هم اللي اتنين من هنا أنا مش نسيكوا الموسم بس يبدأ والنشاط يرجع وأنتم اللي اتنين لازم تكونوا في نادي كبير مش في أكاديمية أكيد طبعا أتمنى يعني كل الكلمة أنا معاكم فيها بشكرت جدا كبتان محمود درويش شوكا كبتان أحمد محفوظ تنورونا في برنامجكم دوني الاحتراف أتمنى يكون فيها حلقة قادمة إن شاء الله بإذن الله وكل عامونتوا في خير وردان كريم ولكن فيه تنويه بسيط جدا بشكر طبعا إدارة جوميديا سيد محمد ربضان سيد سلام العمجيد وأيضا سيد محمد الملكي تنويه أيضا لبرنامج قاعدة بلدي تحت رعاية شركة رماج وأيضا جوميديا كامير سيد رحاب محمد داي بتقدم برنامج دوني في رئي العمل تحت قيادة دوني الاحتراف طبعا سامح كتن صلاح كتن مصطفى كل الناس كلها ونور وتامر وشكرا خاص لسامح اللي كانت عباني الأسبوعين اللي فاتوا والنهاردة رجع بالسلامة طبعا نورتنا يا سامح شكرا للجميع وكل عامونتوا بخير ورمضان كريم على الأبواب وكل عام ومنتوا طيبين إن شاء الله نلتقي لسبيعك ودما بإذن الله تعالى